بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى لتيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير تنتمنى لكم الصحة والعافية ويستركم الله من عنده أحبابي في الله اليوم جبت لكم وحد الوصفة خاصة بإذن الله خاصة بالطاقة السلبية لذا تكون في الدار بحال دواحنا عندنا مشاكل في البيت أو عندنا صداع في البيت أو عندنا الولاد تتخصموا في البيت احنا دابا مجموعين قاع الناس قالسين في البيوت ديالهم وقاع الناس اللي عندهم عائلتهم مجموعين على هاد المشكل اللي عندنا ديال المرض ولكن باش نخلقوا السعادة في البيت وباش نكونوا إيجابيين باش نكونوا إيجابيين في البيت خاصنا إن شاء الله بحول الله وقوته نحاول ونديروا هاد الوصفة اللي غادي نعطيكم دباء هي من المجربات ديالي اللي سندير في البيت الوقت اللي ستكون تكون قلق في البيت أو تكون مشاكل في البيت أو تكون إنسان عنده ضغوطات الحياة إحنا ديما الإنسان رعيش لابد من المشاكل لابد من الضغوطات ديال الحياة ولكن سنحاولوا نعطيه طاقة إيجابية بوصفات طبيعية هاد الوصفات اللي غادي نعطيكم كينين في البيت ما عندكمش مش مشكيل من غادي جيبهم ولكن نحاولوا نديرهم إن شاء الله أول حاجة كل صباح نمسح الباب العتبة بالخل العادي الخل المطبخ ناخد واحد طغشون ونمسح الباب والعتبة من الشوائب اللي دخلين من الخارج خل خل المنزل غادي نديروا ساك نديروا بلا ما بلا والو غادي نديروا بوحدو كين اللي تدير لالكول على العتبة وعلى الباب وعلى على بش على حسب الفيروس ولكن تما ديروا الخل العادي بدون ما نبلل واحد طغشون ونمسح العتبة ونمسح الجوانب العتبة ونمسح الباب بالنسبة الناس اللي عندهم أطفال تيبقاوا يلعبو يتقلقو يبقاوا يجريو يتخاصمو تيضربو قيل بعد الأحيان تلكبر مع هد ضغوطة دي الحياة الراجل ما تمشيش للقهوة المرأة تيام ضغوطة ما تدخرش ما كيش منفس منفس إذا نحن نحن نحط واحد المنفس على حسب منفس رائع اللي يعطيني طاقة إيجابية في المنزل ديالي صحيحة نحن نأخذ القهوة تحدي الملحة. غادي نقربهم الى الفم ديالي وغادي نقرع لهم سبعات المرة صورة الشرح. نقربهم الفم ديالي ونقرع لهم صورة الشرح. آآ ونفت. انفت. حلقة. وغادي نطلقها آآ مع الدهر. مع الدهر او العصر. نطلقها وغادي ناخد شوية من الملحة وشوية من القهوة. ولكن اه لو بيتي تخلطيهم وتقرأي خلطيهم وقرأي ومن بعد ان نخلي واحد الكمية آآ على الجانب كل مرة تلقيها. وفي نفس الوقت القهوة تطهر المكان من الطاقة السلبية. يكون كل شي فرحان كل شي بخير كل شي. وخل مخاء اننا آآ انسان بارك في بيته آآ ولكن في داخل البيت يحس براسه بانه بخير على خير. ويحس براسه هاد الازمة لابد غادي آآ ان شاء الله لها يوم غادي تنتهي. وربي رغا يدير يدل لنا تهويل. اذا حبابي في الله غادي ان شاء الله بحول الله وقوته تديروها الوقت اللي بغيته. المهم تقرأوا عليها مرة واحدة سبعة المرات صورة الشرح وتخلوها بشي قنينة. كل مرة مع العصر ومع الدهر. آآ نخوي ندير واحد المقلات ندير واحد المقلات ونرمي اما مع القاء او جوج معالق صغار ونخليها تتحرق هديك نخليها تتحرق هديك القهوة والملحة اللي مقارية على صورة الشرح. من بعد غادي نشوف شي مزهرية او محبق ديال الورد او يكون آآ في الشرفة حاطينو او نجمع هادك آآ نجمع ديك القهوة والملحة ونجمعوه بشي كيس حتى نكون نكون شي حد خارج من من البيت يحطوه احدى شجرة لانها مقرية عليها صورة الشرح. آآ اذا رحبا بي في الله آآ ان شاء الله بحول الله وقوته آآ تنتمنى الصحة والعافية لكل واحد تشوف القناة تنتمنى اللي تشوف قناتي وتخليلي يتعليق وتسول عليها تنقولي شكرا جزيلا لك شكر مني آآ تنتمنى انكم الوصفات اللي تنحط انكم تستبدو منهم وتنتمنى انكم آآ آآ ارتاجيوا هاد الفيديوهات وتعونوا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.